رح نتحدث عن من أخذنا بالدرس السابق لسنة 3 منطينا هاي الصورة شوفوا الفلامينغو هو طبعا هنا هذا البلكان هذا اسمه البلكان البجع والفلامينغو هاي الصورة الزغيرة اللي ورا نشوف الخلفية بالخلفية نشوف هذا الفلامينغو الفلامينغو هذا اللي موجود صورته بس هاي الزغار ذنني الطيور البيتز هذا ذنني الفلامينغو وهذا بالاكان وهنا الفش اوكي فهنا هذا منو خالت طبعا مبينة بين البلاكانس مجرد انه طقه هاي طيح سمشة السمشة طقت براس خالت اهنانا طبعا عدنا اهنانا ماريام هاي الصورة بيها طبعا هنانا طبعا هو باليونت هذا يحكي عني من اكثر شير يحكي على الصور فهنا مأكد علي من السكراب بوكس يعني هو راح نحكي عن السكراب بوكس اللي هو البوم صور زين اه او دفتر الصور كيفكم شو تريدون نسموني زين فهنا نقرينها هاي هنا اكو اسئلة هنانا تحت هاي هنا عدنا اسئلة هنا اجي سؤال ليش مريم تحدثت هاي مريم تحدثت عن من عن هاي القصة اللي هي بان اكو سمشة طقت خالد براسة زين وسبب طبعا بانهو كان يشاهد هو كان طبعا محور هاي بانهو كان يشاهد الفلامينجو واجت شني البلكانس البجعة شني سوت هت يعني ضيحت سمشة هنا هسه هنا شنقول يقول بانه احنا كنا نبحر هنا that we were that we were we were selling down the river do you remember هل تتذكر هنا حاجة هي عن الطيور بانك كنت شني and we were وكنا نشاهد we were يعني احنا كنا نشاهد شني الطيور فهو طبعا ما راضي I don't want to talk about it هنا هسه هذا ايضا ممكن نستخدمه بالحل بانه كان ما راضي انها تحتي والذكرة بهذا الموضوع لانه كان موضوع بشني بimparessed situation بانه كان too embarrassed بانه جدا محرج من هذا الموقف situation الموقف اللي صار وياه فهنا يقول قلت لشني تعتبر بان هذا الموقف كان هي تعتبره بانه فاني هو شي يعتبره يعتبره embarrassed يعني محرج ابنته embarrassed اوكي فهنانا يعني القصة نشوف طبعا القطعة كان اللي يستخدمها شني هنانا من نشوف القطعة شن اللي يستخدمها استخدم زمن الماضي المستمر زين؟ ووي الماضي المستمر هسا اذا نشوف هسا هنانا شوفي نشوف هاي أنت كنت تشاهد الفلامينغوز عندما السمكة ضربت رأسك فهنانا استخدم الوين كأداة لينكينغ تربط تربط بينما طبعا احنا هذا الدرس تأخذونا بي استادس اعدادي ايضا موجود بالمراحل الاعدادية بان ادواء تربط عندنا الوين والوائل تربط الوين والوائل والاند والاس طبعا احنا نقسم بان الوين تجي وياها الاند تجي بعدها شني نستخدم ماضي بسيط بعد الوين ماضي نشوف هسا نستخدم استخدم الماضي البسيط تأخذونا درس بالسادس اعدادي بس هنانا مو نفس التأكيد مات السادس يعني ممكن هو يجيب الوين والوائل ويستخدم بعدها مستمر فهو هنا شون يعني مستخدمها بس يريد كأنه ما يريد يطرح الفكرة بان هاي الوين والوائل نستخدمها كأدوات ربط زين فانت عادي اذا شفتيها الوين او الوائل راح نستخدم بعدها راح نشوفها هسا بالتمرين اللي موجود بالاكسرسايز اللي موجود بالبيج ناين بالصفحة بالاكتفيت بوك بالكتاب مع النشاط راح نشوفه بصفحة تسعة اكو تمرين عليها بس شنو عندما انشاهدها رأسا نستخدم المستمر يعني ذا شفنا وين بس هو بالطبيعية كأدات ربط تربط بين زمنين زمن ماضي بسيط وماضي مستمر زين فهنانا واضح بان هو شنو تضربته ضربته السمكة فهنانا نشوف الأسئلة ماكو حاجة بعدين عيدة لان احنا منزلتها بنفسه نزلتها بالقناة بس الأسئلة ما نزلناها ليش تحدثت مريم اكو بعض الطلاب من جاوبوا قالوا لانها اعتبرتها يعني هي قالت بان هذا الموقف كان بالنسبة لها يعني هذا يعني بالنسبة لها بس هي ليش اصلا طرحت الفكرة الفكرة بانها شنو قلنا بان الصورة اجت قدامها يعني هي مجرد شافت الصورة ومش شافت الصورة بلشت هنا تحكي عن الحادث هاده ازيان فهنانا اذا نجاوب هذا الجاوب رأسا نجاوب بانها شنو بان البكتر كيمب هاي اول وحدة ازيان وهنا حاليها احنا حتى خاف مو واضحة اهنا اول وحدة نقول because the picture of the photo came up الثانية شنو السئل السؤال الثاني كان شنو هو does قالت هل خالد لايك حب ان اتحدث السؤال الثاني كان شنو هل خالد does قالت لايك تولكين بات what happened هل هو احب انها تتحدث عن ما حدث how do you know شون عرفت انت هو حب او ما حب فاول شي من هو حب طبعا من البداية لحد كلش لنهاية هو بس يصيح يعني ما راضي فاذا does راح نجاوب شنو no no he doesn't هو ما حب الموضوع هذا زين شون عرفنا اذا سألنا شون عرفنا هو هنان طارح بان شنو هو قال قال لها يعني because he said لانه قال I don't I don't want to talk about it يعني هو قال لها باني ما احب التحدث في ذلك I don't want to talk about it هنانا ها شيها زين و راح نشوفها بالحل هياها اوكي فهنانا هنا سائل no he doesn't because he said لانه قال I don't want to talk about it عدنا النقطة الثاثة النقطة الثاثة did Khaled get with فالطبيعة هو نقلنا بانه وقع بالماء وقع بالريفر بالنهر ما دام هو وقع وبعدين بول سحبو فأكيد يعني يدخل بالماء قابل يطلعنا شوف yes he did زين جواب yes he did عدنا نمبر فور why هنا سائل why didn't why didn't Khaled لم يتناول didn't have why didn't Khaled have dinner that night ليش نقلنا بانه too embarrassed لانه كان محرجا جدا فهنانا نقول ناخذ هذا الجواب موجود لانه كان شني كان هاي you were انت كنت too embarrassed فنقول because رأسا نقول because Khaled was too embarrassed لانه كان محرجا جدا زين وهذا جوابها موجود نشوف هنانا حتى لا يكون واضح عدنا هنانا آخر وحدة when did mariam fall when mariam وقعت وقعت بمن بالمد شوكت يعني هنا سائل متى وقعت بالمد لمن هي كانت فتبول فاكو بعض الطالبات ممكن نجاوب next day ممكن احنا نكملها next day when she was playing football اوكي عندما كانت شني تلعب كرة القدر وقعت بالمد فان شاء الله واضحة هذا التمرين اللي بالكتاب الأسئلة اللي على القطعة هذا الحلمات عدنا هنانا تحت تحت هنا يقول اللي بالبونت هذا اللي مطوخ اللي مطوخة او نسميه highlighted هنا راح نسوي much نطابق الجملة مع مع شون نقول يعني شرح الجملة او يعني معنى الجملة هاي الجملة فهنانا راح يقول يقول بأن هذا highlighted verb هاي الأفعال اللي highlighted اللي مطوخة to the type نقسمها شني نحطها بما بالtype مع الأكشن يعني النوع الفعل فنروح نشوف نوع الفعل شنوه اهنانا قسمنا بالنوع الفعل هنا نقول we were selling on the boat زين هنا يقول شني هنا ماضي هذا ماضي واستمر زين هو احنا عدنا ثلاث أنواع شنو النوع الأول النوع الأول completed past action يعني فعل تم تم في الماضي حدث أو فعل تم في الماضي الثانية اللي هي بي general background يعني تكون خلفية خلفية لفعل يعني شون احنا بالطبيعي هاكو أفعال الصير خلفية يعني شون يعني أنا مثلا كنت عرفت شي زين وصار يعني مثلا شاهد الفاز أو أو هسا مثلا احنا شوتنج فيديو مثلا هسا احنا مثلا صور فيديو يش يصير هنا هنا يعني فت فعل background ممكن اكو فت شي يصير يقطع حدث هذا هسا مثلا انا قلت اصور أو اسجل أو شوتنج فيديو ومثلا يجي فت احد يقطع التصوير كله فهنان اكو فت شي او هو background بقى يعني اذا اكمله هذا background يعني ما صار فت شي قطع الحدث زين هنا اكو قطع بالحدث entrapped action قطع بالحدث زين ننطي هسا هنا اول وحدة we were selling on احنا بمن يعني هذا من يحتي بان selling حسب الصورة الاولى قال قال بان نبحر بمن على القارب زين فهنان اكو شي يعني حدث ثاني صار اكو فت شي لا فهذا ممكن اول واحد شننطي ننطي بان background يحتي عن على general background اوكي الاول اول واحد اول واحد هنا ممكن ننطي هذا بان شن بان جران background number two شن عدنا we were playing football and you fool وانتي وقعت بال يعني هنا اكو حدث طويل بان هم كانوا يلعبون الفيت ball وشنو اللي صار بان هي وقعت بالوحل او بالطين فهذا شننطي ننطي بان اكو قطع للحدث الطويل الحدث الطويل بان هم هم كانوا يلعبون الفيت ball الحدث القصير هي وقعت طبعا هي من وقعت بالطين كملت هيا بعد ملتح بالطين فهنا نصار شنه هذا نسمي interrupted action شننطي هذا اذا ننطي النقطة الثانية ننطي ها بان ها interrupted action يعني اكو بعد ثاني قطع الحدث الطويل هنا هذا الحدث القصير اخر واحدة احنا سحبناك يقولولا we bolt سحبناك اخرجناك من من سحبناك من الووتر زين هنا شنو فسحبناك وخلص خلص اذا هذا completed شنو completed past action بان فعل صار بالماضي وخلص بالماضي فعدنا التمرين هذي هنا نحفظ بان number one راح الصير b number two راح الصير c و number three راح الصير هس عدنا عدنا التمرين الخاصة بيها هاي التمرين الخاص بي وطبعا ذنين خذناهن اكو بيهن افعال خذناهن موجودة في عدنا هنا هسه هذا نسمي crossing هاي الكلمات المتقاطعة هنا كاتب لنا يعني يعني اكو كلمات راح نبحث مثل هسه هنا عدنا did هنا عدنا came هنا عدنا لاخذت ايدي happened هنا مثلا عدنا الوز هنا مثلا عدنا شني فال هنا فالافعال عدنا مثلا هنا landed زين فمن ذن الافعال بني اللي موجودات هنا راح نطلع هن فهناش منطينا اكو افعال تاخذ ال ايدي اللي هي ريجولة مثل landed وراح ننطي نفسها مثلا احنا من عدنا ننطي نفسها من الكلمات اللي اخذنا بالدرس الاول بالدرس الثاني شين اللي اخذنا زين نكمل او نطلع ذني الموجود بالكلمات المتقضعة ذني فراح يصير عدنا landed happened happened jumped jumped زين عدنا fault fault stay state وستدي وهكذا الباقي اخذ كلهم ذني جماعة اللي ياخذ ايدي هنا عدنا ايضا infinitive كم شن صارت came اوكي came came be الbe هي الافعال المساعدة was were حسب الهادي ياخذ الwas المفردات تاخذ was والجمع ياخذ were fault صارت fail drive drove do صير did عدنا do or does ثلاث صير did عدنا no زين هنا عدنا هاي الافعال غير ها no زين new و buy boat or sell sold forget forgot تغير اللحظ بس من بلش نحفظ نحفظ بس التغير اللي يصير بالكلمة نفس الشي عدنا هاي افعال تبقى نفسها تبقى نفسها ما تتغير مثل hit 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 يعني ضرب ضرب مثل ما قلنا ضرب رأس his hit زين عدنا cut put lit هاي افعال عدنا put ايضا عدنا هاي افعال مثل هسا تبقى بس تتغير بالصوت مثل read read وعدنا هاي افعال زين اهنا عدنا two days two ways عدنا طريقتين للتحدث عن من عن الباست اكو طريقتين اتحدث منها عن الماضي there are two ways هنالك طريقتين للتحدث about the past عن الماضي richard went to iraq in the whole days هنا شنو استخدم استخدم الماضي البسيط وشقال علي past simple tense اوكي فهذا نضي الباست past simple زين او نكتب ها باس simple نختصر هلان present time في زين عدنا الثانية هنا when he was staying هنا استخدم ال when شوف هنا قلنا ال when بس يريد يطينا فكرة بان ال when وال while والان بني ادوات عبارة عن ادوات نستخدم ها لربط بين جملتين فهنا شنو نستخدم استخدم شني نشوف هن اذا هنا حطنا ال when اجا بعدها مستمر ورجع انت الجملة الثانية وفاصل ببينات فارزة منطي فارزة ومنطي بيمن بالماضي البسيط فهناش قال هذا كان تنوس وهذا فجاي علمنا بان اكو ادوات ممكن نربط بيها بين الماضي البسيط والماضي المستمر كينطينا كايدية كفكرة شني كاسيستنت أو سبوت يو يعني تساعدنا تدعمنا بيمن حتى صير عدنا فكرة بيمن ممن نوصل للاعدادي كايد ناو هس اذا شفنا when او while رأسا احنا راح نستخدم هس نشوف هنا هاي when ريتشارد was visiting باك دات هي بس نشوف هنا انا when او while راح نستخدم بها نستخدم بها هو المستمر زين الجملة بسيط فش صير هاي when ted ونكمل to buy sweet زين his father هنا ما كولا when ولا هاي رأسا راح نستخدم ها بسيط زين هنا البعث ها give راح صير give 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 الماضي ما لا تب بس الفرق شنو تغير الحرب في i غير نا الى a البعث ها نفس الحالة هنا عدنا while شفنا مستمر they were walking long street they forget هنا ما بها ما بها لا ون 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 رأسا the forgot اوكي هنا ام امان سيل رأسا امان شنو نستخدم امان امان وص سيل زين فا امان يعني هي هاي جا يعلمنا بان الوين والهادي زين نستخدم هن كأدوات تربط زين ونشوف الباقي نوت لايك اش راح الصر didn't like اهن انا buy bought وا اهن انا didn't buy سهل تمرين ما بيشي ادنا هذا تمرين مهم نا ادنا تمرين مهم زين نحفظ هذا ممكن يجينا بشكل اسخاطات ادنا كلمة beautiful جميل boring moment delicious نستخدم ها للاكل يعني فد اكل نوس يعني نذير fantastic رائع horrible مروع مثلا نشوف accident حادث يعني نقول عليه هذا الحادث horrible lovely ايضا بمعنى جميل اوكي تجي بمعنى جميل زين او تجي حيوي lovely زين و terrible عدنا معناتها terrible بفضيح فهنا انا شفنا my mother my brother my brother cook من سمعنا cook ودنا عشاء فاكيد شنختار لها يعني جاي يوصف العشاء فش ننطي قبض ننطي delicious زين i saw accident حادث شكين الشكل الحادث رأسا نقلنا اذا شفنا accident يعني حادث شنطي نطي horrible مروع the arabian horse الحصان العربي شنن نصف lovely animal بانه حيوان جميل جاسن doesn't like football ما يحب الفتبول اذا هو شيعتبره مادام ما يحب الفتبول مثل ما منخذنا ريتشار قال بان الماذر ما تحب اذا اش تعتبره تعتبره boring ممل زين هدا was a beautiful dress تحكي عن يمن على dress مالتها الفستان فهنا انا الشاب ويندو زين الامريكي او القط الامريكي هذا المرقط كان ران ممكن ان يركض لمسافة 110 كيلومتر بيمن بالاوا فهذا ش نعتبره نعتبره fantastic هذا ما يخص درسنا وان شاء الله نزل الدرس اللي بعده زين احنا نزلنا الدرس يعني الدرس السابق نزلنا الاستخدام الماضي المستمر ونزلنا اضافة الامريكي زين واذا تحبون يعني تشوفوها موجودة همه بالدرس السابق جانت اشتركوا في القناة